اشتركوا في القناة ويمكن ايضا ان تكون هذه الفكرة كمشروع مربح لربات البيوت اللواتي يسألني عن مشاريع مربحة من البيت وللتدكيل سبق وشاركت معكم انا واختي حانان عدة افكار باستخدام المرايا لمن يهمها الامر سأترك لكم الروابط في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو اما الان ولكي لا اطيل عليكم سأترككم مع باقي الاشياء التي سأحتاجها الى جانب المرآة الدائرية في البداية سأحتاج الى كرتونة لدي هنا هذه الكرتونة اي كرتونة متوفرة لديكم وسأقوم باخذ مقص حجم المرآة بهذا الشكل سأقوم بتحديد دائرة الاولى ثم الدائرة الثانية في هذه الجهة لانني سأحتاج الى دائرتين هكذا وسأقوم بقص الدائرتين بعد ان قمت بقص الدائرتين سأقوم بعمل تقوب صغيرة في كرتونة واحدة سأخسر هذه الكرتونة وسأقوم بعمل تقوب في هذه الجهة وتقوب اخر في هذه الجهة بواسطة السكين او المقص بهذا الشكل بعد ان قمت بعمل تقوب سأحضر خيط باللون الابيض او باي لون اخر ترغبون به ويمكن سيبدال هذا الخيط بشريط ستر مثلا او بالحبلة وسأقوم بادخال الخيط بهذا الشكل في السكوط وسأقوم بعمل عقدة في الوراء بهذا الشكل الآن سأقوم بإلساق هذه الكرتونة في هذه الجهة في الجهة التي تظهر فيها العقدة سأضع الإلساق في الجوانب سأقوم بإلساق كرتونة في الجهة وفي جوانب دائرة بدأت بإلساق شريط ستان من الجوانب سأقوم بوضع الإلساق بهذا الشكل في هذه الجهة وأقوم بإلساق الشريط ثم ألسق الشريط من الجهة الأخرى أيضاً وأستمر بنفس هذه الطريقة حتى أدير الشريط حول الدائرة بالكامل بعد أن قمت بإلساق شريط الساسم بهذا الشكل كما ترون سأضع الإلساق في هذه الجهة في الجوانب وفي الوساط أيضاً ثم سأقوم بإلساق المرآة بهذا الشكل الآن سأحتاج إلى هذا النوع من الخرز خرز مسطح باللون الأبيض بهذا الشكل يوجد هناك عدة أحجام مثلاً لدي هنا هذا الحجم الصغير أيضاً يوجد بشكل دمعة اختاروا الحجم الذي يناسبكم وسأقوم بإلساق هذا الخرز في الجوانب سأضع الإلساق في البداية في الجانب بهذا الشكل سأبدأ بإلساق الخرز سأستمر بنفس هذه الطريقة وهنا بعد أن تعيت من إلساق الخرز في الجوانب سأحتاج إلى هذا الإلساق بسبعة آلاف لن أستعمل مسددات الشمع لإلساق الخرز أيضاً سأحتاج الخرز لدي هنا هذا الخرز الذي استعملته في الجوانب أيضاً لدي هذا الخرز المسطح باللون الأحمر الغامق وباللون الذهبي على شكل دائرة أو وردة لدي هنا خرز على شكل دمعة بهذا الشكل لدي اللون الأحمر وهنا اللون الذهبي يوجد هناك عدة أنواع من الخرز على شكل دمعة أنتم بالطبع يمكنكم اختيار الشكل الذي ترغبون به وكذلك اللون الذي ترغبون به وجميع هذه الأشياء تبع في المحلات تجارية التي سابع لوازم الخياطة قمت بتقسيم هذا الخرز الدائري الأبيض المسطح إلى أعداد متوساوية لدي هنا 28 ولدي هنا أيضاً 28 بالنسبة للكمية تبقى حسب حجم المرآت في البداية سأقوم بوضع اللصاق في الجوانب بهذا الشكل وسأقوم بإلصاق خرز بهذه الطريقة سأستمر بهذه الطريقة حتى أنهي كمية الأولى من الخرز وهنا بعد أن قمت بإلصاق الكمية الأولى من الخرز بهذا الشكل سأترك تقريباً خمس سنتيمترات في هذه الجهة أو سأحسب خمس خرزات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وسأقوم بإلصاق الكمية الثانية من الخرز في هذه الجهة سأستمر بهذه الطريقة سأقوم بإلصاق الكمية الثانية من الخرز سأقوم بإلصاق الكمية الثانية من الخرز المتوقف في هذه الجهة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وأحسب أيضاً من هذه الجهة الجهة الأخرى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة الكمية متساوية إذا كانت الكمية غير متساوية يمكنكم إضافة المزيد من الخرز بهذا الشكل أنا سأكتفي بهذه الكمية وأيضاً إذا لاحظتم أن هذه المساحة كبيرة جداً يمكنكم إضافة الخرز أيضاً الآن سأحضر خرزة باللون الأحمر بهذا الشكل وسأقوم بإلصاق هذه الخرزة هنا ثم سأقوم بإلصاق خرز خرزة بشكل دمعة باللون الثهربي واحدة هنا وأخرى مقابلة لها بهذا الشكل وسألتق ثلاث خرزات في هذه الجهة وثلاث خرزات أخرى في هذه الجهة أي المجموع سيكون ثمانية خرزات في كل وردة شكراً اشتركوا في القناة هنا قمت بتقريب الكاميرا قليلا حتى يكون الشكل واضح وكما ترون هذا هو الشكل الذي يجب أن نحصل عليه نقوم بتعديل الوردة قليلا بهذا الشكل ونقوم بمسح زوائد اللصاق من الجوانب بوسطة عود الأدن قبل أن يجب اللصاق الآن سأنتقل إلى الوردة الثانية الألوان ستكون معاكسة هنا قمت بوضع هذه الخرزة باللون الأحمر الآن سأغير اللون وسأقوم بوضع الخرزة باللون الذهبي في الوسط أما الخرز الذي سيكون في الجوانب فزيكون باللون الأحمر بنفس الطريقة نضع خرزة مقابل خرزة أخرى نضع خرزة مقابل خرزة أخرى وسأقوم بتعديل الوردة ثم سأقوم بمسح زوائد اللصاق من الجانب الآن سأحرك المرأة قليلا وسأقوم بعمل وردة أخرى في هذه الجوانب بنفس هذه الطريقة أي نفس الألوان الموجودة هنا في الوسط ستكون خرزة باللون الأحمر وفي الجوانب الحرز سيكون باللون الذهبي وهذا هو الشكل الذي يجب أن أحصل عليه كما ترون وردتين في نفس اللون والوردة التي في الوسط بألوان معاكسة أما الآن فسأنتقل إلى الفراغ الآخر الموجود في هذه الجهة وسأقوم بإلساق الورود بنفس الطريقة لكن هذه المرة ستكون الألوان أيضا معاكسة فهنا قمت بعمل وردتين باللون الذهبي ووردة باللون الأحمر الأمر سيكون مختلف في هذه الجهة سأقوم بعمل وردتين باللون الأحمر ووردة واحدة فقط باللون الذهبي وهنا في هذه الجهة ستكون الوردة أيضا معاكسة بالنسبة للوردة التي في هذه الجهة هنا وردة في اللون الذهبي الآن سأقوم بعمل هنا وردة في اللون الأحمر وبالطبيعة الحال الخرز الموجودة في الوسط ستكون باللون الذهبي سأضع اللصاق في البداية سأقوم بعمل سأستمر بنفس الطريقة إلى أن أنتهي من إلساق جميع الورود هنا بعد أنتهت من إلساق الورود سأقوم بإلساق الخرز في الجوانب بهذا الشكل فقط كتابين وخرج أخرى في الوسط من نون الذهبي وأنا سأقوم بإلساق الورود وأنا سأقوم بإلساق الورود وبعد أنتهيت من إلساق الخرز سأقوم بمسح المرآة جيدا من بواق اللصاق وسأتركها حتى يجي في اللصاق جيدا لا يأخذ وقت طويل أعتقد فقط نصف ساعة لأنني استخدمت كمية قليلة جدا من اللصاق أيضا في الجوانب سأقوم بإزالة اللصاق بيعود الأدن أستخدم من دي المبلل وهذا هو الشكل الذي حصلت عليه في الأخير حصلت على مرآة دات ديكور أنيق وراقي جدا يمكن تعليق هذه المرآة في الصالون أو يمكن أيضا استعمالها كبلاطو لسنظيم العطور وأتمنى أن تكون فكرة اليوم قد نالت إعجابكم وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم إلى أن نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله دمزم في رعاية الرحمن إلى اللقاء